الأول كشفت شركة البحر الأحمر للتطوير الشركة المطورة لمشروع البحر الأحمر أحد أكثر مشاريع السياحة المترددة طموحا في العالم عن التصاميم النهائية لمتجعها الجبلية الجديد والمسمى بديزيرت روك الواقع في أحد الأودية بمنطقة المشروع الذي سيوفر للسائح تجربة فريدة تمكنه من التواصل المباشر مع طبيعة وثقافة المنطقة المحلية وقال الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير في تصريح صحفي أن الشركة قد أنهت التصميم المعماري للمنتجع بطريقة حرسنا من خلالها على المحافظة على البيئة وتعزيزها في خبرنا الثاني أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وبنك التنمية الاجتماعية عن إطلاق برنامج دعم مندوبي التوصيل في التطبيقات المسجلة لدى الهيئة الذي يجري خلاله تمويل مندوبي التوصيل السعوديين عبر تمكينهم من امتلاك مركبات خاصة أو تقديم دعم نقدي لهم للاستفادة بالعمل في تطبيقات التوصيل ويستهدف هذا البرنامج زيادة عدد المندوبيين السعوديين ورفع نسبة التوطين في خدمات التوصيل والارتقاء بدودتها وتحسين تجربة المستفيدين وفي خبرنا الثالث والأخير بدأت الهيئة العامة للإحصاء أعمال العدد التجريبي الذي يستهدف عينة محددة من المحافظات والأسر في إطار الاستعداد لتنفيذ أعمال التعداد العام للسكان والمساكن في المملكة بعد أن تم تأجيله في عام 2020 نظرا لظروف جائحة كورونا كوفيد 19 وستستمر مرحلة العدد التجريبي حتى الثانية عشر من أكتوبر وتهدف أعمال العدد التجريبي إلى اختبار استمارة تعداد السعودية وتجربة النموذج التشغيل الخاص بها إضافة إلى تقييم الأنظمة التقنية المختلفة التي سيتم تطبيقها في أعمال التعداد يجدر بالذكر أن الهيئة العامة للإحصاء قد استثمرت مرحلة تعليق أعمال التعداد السابقة في تطوير أدواتها لتنفيذ التعداد وإدخال العديد من التقنيات والبرمجيات التي ستسهم في رفع مستوى فاعلية أعمال التعداد ونتائجه حيث ستتيح الهيئة إجراء عمليات العدد ذاتي بشكل مباشر للمواطن والمقيم المستهدفين بالتعداد إذ بإمكان رب الأسرة أن يستاني عن زيارة الباحث الميداني لمسكنه ويقوم رب الأسرة بملء استمارة التعداد ذاتيا بشكل إلكتروني عن طريق موقع مخصص لذلك على شبكة الإنترنت